وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيعة وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة لسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة والصناعة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متبعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلية وشهد الاجتماع عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية وذلك في ظل التدعيات الاقتصادية العالمية مع التأكيد على التأثير الإدابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلية ترجمة نانسي قنقر